ألقت الأجهزة الأمنية القبضة على ثلاثة أشخاص قاموا يوم أمس بسلب مبلغ 500 دينار من أحد المحال التجارية بعد تهديد صاحبه بواسطة سلاح ناري كان بحوزتهم وفي التفاصيل بيّن مصدر أمني أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات الرئيسية في مدرية شرطة محافظة إربد حول تعرض إحدى المحال التجارية في بلدة سوم الشناق للسلب وبعد أقل من 24 ساعة من مباشرة التحقيقات وجمع المعلومات حول الحادثة تمكن فريق التحقيق من تحديد هوية المتورطين في القضية الذين تبين أن أحدهم من أرباب السوابق الجرمية وبالبحث والتحري عنهم تم تحديد مكان تواجدهم حيث ألقي القبض عليهم جميعاً بعد مداهمتهم إضافة إلى ضبط المركبة التي كانوا يستخدمونها في ارتكاب الجرائم